كونسيرتا دواء يستخدم في علاج حالات فرط الحركة وضعف الانتباه ويستخدم في علاج الاكتئاب ويستخدم في مرض النوم الانتيابي يتوفر باسماء تجارية اخرى هي ريتالين ميتا دي المادة الفعالة والية العمل يحتوي دواء كونسيرتا على المادة الفعالة مثل فيندات وهي من الادوية المنبهة للجهاز العصبي المركزي كما انها من الادوية التي تنقص الشهية حيث تعمل على الحد من نقل البروتينات الناقلة والدوب من الدوب مين الى الخلايا العصبية مما يؤدي الى تنشيطن الجهاز العصبي طريقة الاستخدام يتوفر الدواء على شكل اقراص للمضغ واقراص ثنائية النسق ولسقات على الجلد واقراص قابلة للمضغ ومحلول يعتى للبالغين جرعة بمقدار 10 مي جراما مرة واحدة يوميا في الصباح الباكر اي قبل الساعة التاسعة صباحا ومن الممكن زيادة الجرعة تدريجيا بمقدار من 2.5 الى 500 جراما كل اثنان الى ثلاثة ايام الى ان يصل للجرعة القصوى وهي 20 مي جراما فيال يوم بحيث تقسم الى جفعتين واحدة فيال الصباح البكر واحدة فيال ظهر مع الحرص على عدم اخذها بعاد الى ظهر لعلاج فرط النوم النوم الانتيابي جرعة بمقدار 10 مي جراما مرتين الى ثلاث مرات يوميا الى ان تصل الجرعة القصوى 60 مي جراما في اليوم يجب الحرص على تناول الجرعات في موعدها وعدم استخدام الدواء بعد الساعة السادسة مساء موانع الاستخدام يمنع استخدام الدواء للمرضى المصابين بفرط الحساسية اتجاه المثيل في ندات او ايا من مكوناته الاخرى يمنع استخدام الدواء للاطفال اقل من سن 6 سنوات يمنع استخدام الدواء للاطفال الذين يعانون من متلازمة تورتي يمنع استخدام الدواء للمرضى الذين يعانون من البلوكوما امراض القلب ارتفاع ضغط الدم القلق والتوتر العصبي فرط نشاط الغدة الضرقية يمنع استخدام الدواء للمرأة التي ترضع رضاعة طبيعية تداخل الدواء مع الأدوية الأخرى لا يجوز تناول دواء كونسيرتا إذا كان المريض قد تناول مفبطات أكسيدار أحادي الأمين خلال الأربعة عشر يوما قبل استخدامه حتى ليس بارتفاع شديد في ضغط الدم يجب إبلاغ الطبيب المختص إذا كان المريض يتناول دوية إلى كلونيدين الفينيتوئين الباربيتوران ومضادات الحموضة وأدوية ضغط الدم ومضادات التخثر مثل الورفارين ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة التأثيرات الجانبية قد تحدث بعض الآثار الجانبية تشائعة لاستخدام كونسيرتا مثل الانفعال والعصبية الزائدة نقص في الشهية ارتفاع في ضغط الدم الأرق تحذيرات من الممكن أن يسبب الدواء حالة من الإدمان إذا تم استخدامه لفترة زمنية طويلة يجب إبلاغ الطبيب المختص إذا كان المريض يعاني من نوبات صرعية يجب إبلاغ الطبيب المختص إذا كان المريض مصابا بارتفاع ضغط الدم يجب إبلاغ الطبيب المختص إذا كانت المرأة حامل أو تخطط لحمل يجب التقليل من تناول الكافيين الذي يوجد في الشاي والقهوة الشوكولاتة والبيبسي ترجمة نانسي قنقر